السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب قلبي اغلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وصحة وصعادة معاكم نيفين محمد وقناتي اليوتيوب كلو حلي مع نيفين محمد والبيجي الفيز بنفس الاسم اتمنى تعملوا متابعوا لايك بالصفحة وما تنسوش القناة كمان تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم ميني كل جديد خلصنا المؤدمة بتاعتنا ونتعرف على بعض لأول مرة يعرفني ندخل على الاكلة الجبرة دي شايفين؟ حاجة كده واهم من الخيال يا ناس عامليني النهار ده مع بعض ما شاء الله حاجة تفتح النفس جدا احلى واطعم مساقعة باللحمة المفرومة والبشاميلة والجبنة الرومية والمتزرلة المساقعة دي صحية جدا علشان طريقتها صحية انا حطيتها في الفرن يعني حمرتها في الفرن بمسحة زيت بسيطة علشان يبقى طعمها جبار وجبنا متزرلة شايفينها بتموت ازاي ما شاء الله عليه يا سلام على الطعام وبجد طريقة جميلة جربوها تعجبكم جدا والله عن تجربة وسكة تعالوا شوفوا هنعملها ازاي وخطواتها ايه ونسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليها افضل الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض مكوناتنا مش كتير يعني لحمة مفرومة وبصل كتير شوية زي ما انتم شايفين وبرنجانة سمراء وفدفل اغضر والبهارات بتاعتنا بقى نجيب البرنجانة السمراء ونقشرها بالمقشرة المفضلة بتاعتنا ونقطعها لدوائل حلقات كل حلقة من دول تكون نفس السمك بتاعت الحلقة التانية ونحطها ونقطعها ما شوء الله شكلها جميلة ازاي ومش مبزرة هاورها لكم اوه شايفينها كلها لحم شايفينها بسم الله ما شوء الله كتا عجباني ايه البتنجانة دي وكتا عاملة بسققها خطيرة بصراحة جدا اجل الفلفل بقى هاقطعها حلقات جوليان وزبطه برضو بالشكل اللي انتم شايفينه ده كل الحلقات برضو تقريبا نفس السمك بالشكل اللي انتم شايفينه ده عملت كمية بتاعتنا طبعا الكمية دي انا ما شوء الله عملت صنيتين لاننا كلنا بنحب المسقعة جدا بنموت في حاجة اسمها مسقعة ينهارو يا ديوم المسقعة ده بيبقى يوم يعني احتفال البتنجان ارشع لملح علشان يطلع المياه بتاعته وما ياخدش وقت في التسويع وما شربش زيت كتير بصل بقى اطاعت منه تراب بصلات يعني حلقات يعني الباقي قطعته قطع صغيرة عشان بحب اللحمة بصلها كتير بتوقع تعمى جدا هنا معانا بقى الطماطم بتاعتي تسبيكة مكوناتها دي هتخلي نفس المسقعة جميل جدا انا حطي طماطم الكمية بتاعتك اللي انت عايزاها طبعا ما انتي عاملة بتنجان قد ايه وقارنشها الطحامي وبصلها واربع فلسوستوم كبيرة وقطعة بنجر صغيرة بيدا قيمة غذائية للأكل وبيزود الحديد في الدم جينا بقى للتوبر هنحط فلفل اسمر وملح سوعة بهارات ومعلقة سكر عشان تعادل نسبة الحمودة في الأكلة ومكعبين مرأة الدجاج ونضربهم كويس جدا في الكبه او الخلاط اهم حاجة نخلي الدربة في الخلاط على الناعم او في الكبه زي ما انتو عايزين يعني واشيلها كده من الكبه واروح حط معلقة سمنة او معلقة زيت على النور وحط عليها التسبيكة بتاعتنا الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها كلها لحد ما تسبك معانا وتبقت بشكل جميل ده واحنا طبعا لا حمرنا بصلة ولا عملنا اي حاجة يعني كله نيف نيف هنا بقى هعمل تعصيجة اللحم بحط معلقة سمنة في اللاية تانية وانزل عليها بالبصل بتاع اللحمة وشوحه كويس قوي زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده واقلبها كويس لحد ما تشوح ايوه لحد ما توصل بالشكل ده اقلبها كويس كده لحد ما توصل معي لنتيجة دي في الوقت الدق احط اللحمة عليها واقلبها كويس شايفين بقت عاملة ازاي في الوقت ده اضرب طمط مية في الخلط عليها معلقة زغيرة ملح عليها نص معلقة فلفل اسمر وبشرة نص واحدة جسط طيب واحطها على اللحمة واقلبها كويس برد واهم حاجة طول ما انا شغالة النار ما تكونش عالية في الاول بس تكون النار عالية عشان صدمة اللحمة ما تنزلش مية تكون النار عالية لكن واحنا بنسويها نغط عليها بعد ما نحط الطمط بتاعتنا طبعا انت شايفينها دي اغطي الحلة او القلاية اللي احنا بنعمل فيها ووطي عليها النار كويس قوي يعني تبقى زي الشمعة تستوي اللحمة معنا وتتزبط وبردو ما تنشفش وتبقى جميلة وتعمها حلو هنا بقى نيجي للبسنجانة بتاعتنا تكون طلعت طبعا المية بتاعتها كلها نتيجة ان احنا حطينا الملح رشينا عليها ملح ونبدأ ان احنا بنشفها كويس قوي بمناديل مطبخ بنشفها كويس جدا وبعدين امسحها بالزيت من فوق ومن تحت ورصاف الصينية بتاعتنا واخر اهم حاجة تكون ممسوحة بالزيت من الجهتين ودخلها الفرن يكون سخن لحد ما تبقى معانا باللون ده ما شاء الله اللهم بارك يعني نطلعها من الفرن ونعمل البشامير اللي بقى شايفين اللون بسم الله ما شاء الله وصحية جدا ومش شربة زيت ولا اي حاجة صلى على النبي عاوز اقول لكم كل معلقة سمنة ديها معلقة دقيق عليها كوباية لبي ده القانون بتاع البشاميل لما تكون عايزين القاوم بتاعها يكون زي ما احنا شايفينه مش خفيف ولا تقيل هنعمل ايه؟ او انتو مش عايزين تحطوا الكمية كلها لبن حطوا نص كوباية لبن ونص كوباية شربة ويستحسن يكون تلت تربع كوباية لبن على ربع كوباية شربة شوفوا الكمية بتاعتكوا وعملوا بنفس النمط اللي انا قلتلكوا عليه ده طبعا عليها شوية فلفل اسمر وعليها مكعب مرأة دجاج ونقلبها كويس جدا زي ما انتو شايفين بالشاكل ده اهم حاجة البشاميل يكون ايديك فيه جامد شغالي بالوسك كده زي ما انتو شغالة وتضرابي فيه جامد علشان خاطر ما يكلكعش معاك ولو كلكع معاك اللي قدر الله حطي في الخلط وضرابيه ضربتين هيبقى ناعم معاك وزي الفل ما فيش في اي حاجة حط شهرة الملح بتاعتنا على حسب الرغبة زي ما احنا عايزين كل واحد على حسب ما بيحب حكته لو كنت وصلتوا معايا لحد دينا ما تنسوش اللايكو اللي مشتركش في قناتي يشترك فيها وفعلو زر الجرس وبعد تنسو ان شاء الله هتلاقوا فيديوهات كلها تأجبكم حلو وحادق وصخن وبارد وكل ما تشتهى انفسكم على قناتي المتوضع الحمد لله وانا واسقة من حاجة زي كده وحب اشوفكم على خير يا رب وكل اللي في نفسه اي حاجة حقاها وتعليق حلو منكو كده اللي بيفرح قلبي ربنا يفرح قلوبنا جميعا هنا نحط كل مكونات الصينية جنب بعض والصينية طبعا الصينية يكون معاهم عشان نجمع ونرسل طبقات بتاعتنا بقى ونبدأ مع بعض ونوزحها بالشكل ده في الصيني ونقول بسم الله طبقة بشاملة عليها طبقة بتنجانة ونوزحها كويس قوي يعني زي ما انتم شايفين طبقة البشاملة ونوزحها كويس جدا وعليها طبقة البتنجانة عليهم طبقة خفيفة من الطماطم التسبيكة وعليهم الفلفل والبصل اللي احنا شوحناهم انا الفلفل والبصل اللي انا كنتم قطعاهم شوحتهم في شوية زيت معلقت زيت بسيطة وغطيت عليهم نار لحد ما تريت كده وبقت شكلها حلو روحت احطها في طبقة وحطها في جمع انزل عليهم بقى بجزء من اللحمة بتاعت وافردها كويس جدا في الصينية ووزحها بالشكل ده بحيث ان كل الصينية تكون واخد لحمة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهم حاجة تكون طبقة لحمة محترمة بالشكل ده يعني شكلها حلو وطبعا يا نفسها ونكيتها يعني حاجة فوق الممتازة ما شاء الله جربها بطريقة دي هتعجبكوا بإذن الله واجيب طبقة بتنجانة وارسها كده بالشكل اللي انتو شايفينه معنا وعليهم طبقة طماطم التسبيكة اوزحها كلها عليها كلها كده طبعا امسحها بحيث ان هي تكون يعني ما شاء الله شكلها حلو ما تكونش فيها حاجة انزل عليها بقى بطبقة البشاميل ووزحها كويس جدا في الصينية كلها وروج الصينية كده يمين وشمال بحيث ان الصينية دي بقى كلها مستوى واحد وزي ما انتو شايفين طبعا البشاميل بتاعنا لا تقيل ولا خفيفة وسط حلو يعني هحط طبقة جبن شيدر او رومي زي ما تحبوا دي حاجة ترجع لكم انتم مش عايزين تحطوا عليها جبن خالص بدرب بيدا مع شوية بشاميل وبقوم راحة نزلة بهم على وشه الصينية وبدخلها الفرن لنفس الخطوات اللي احنا بنعملها برضو بس انا بحب على وشها جبنة مزرلة او البولاد بيحبوا عليها جبنة مزرلة فعشان كده انا بحط عليها انا عملت صينية صينية دي انا عملتها بالجبنة مزرلة والتانية عملت صينيتين يعني كيف نفس اليوم ما شوء الله لان احنا من محبين المساقعة الدرجة ما تتخيلوا هاش يعني اللي برضو بيحب المساقعة زي انا كده يقولي هستمنا بتعليقاتكم ورأيكم في المساقعة وزي ما انتوا شايفينها كده انا غرقتها بقى جبنة شي دور تحت وفوق منها جبنة مزرلة وهتشوفوها دلوقتي معينا الله بسم الله ما شوء الله حياة جميلة وحاجة تفتح النفس بجد يعني امه جربيها دلوقتي لو عندك بسنجانة واللحمة امه جربيها هتعجبك جدا وشوفو جمال يعني بسم الله ما شوء الله انا بجوع بصراحة لما بشوف المساقعة وعندي كريم ابني بسم الله ما شوء الله علي يعني بيحمود في حاجة اسمها مساقعة عايز كل يوم يأكل مساقعة يفتح تلاك في اي وقت يأكل مساقعة ما شوء الله علي ربنا يا حمي يا رب أعيز أقول لك على التسوية بتاعتها بسخن الفرن كويس قوي على الأعلى درجة وبعدين بأم وطي درجة الحرارة بتاعته لحد 200 ودخل الصينية فيه أحطها على الشبكة ومشغلش غير الفرن بس يعني الشوية ما شغلش الشوية خالص هي الحرارة بتاعتها والصهد بتاعتها هيحمر لنا الوش بتاعتها من فوق الجبنة المتزرلة بالشكل انتو شايفينه ده ويبقى شكلها موحد وكلها مستوية ما شاء الله أتمنى أكونوا سفاتوا مني ولو بحاجة بسيطة متنسوشوا اللايك والاشتراك في قناتي لأمرة القرآن دي أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله سلام عليكم